نعم عملياً كان هناك هجوم من قبل القوات الأوكرانية نبيل على جزيرة الأفعى هذه الجزيرة التي كانت قد احتلتها القوات الروسية في بداية الحرب في الأيام الأولى للحرب وكانت قد اتقلت فيها عشرات الجنود الأوكرانيين وجهت القوات الأوكرانية صباح اليوم ضربة لمركز القيادة المتقدم في هذه الجزيرة دمرت فيه منظومة صواريخ ستريلا عشرة هذه الهجمة بطبيعة الحال هذه الهجمة ونجاح هذا الهجوم يعتبر عملياً ضربة قوية للقوات الروسية القوات الروسية بحسب هيئة الأركان نبيل المشتركة الأوكرانية كانت قد قالت بأن القوات الروسية تحاول أن تشن هجوماً على كافة خطوط التواصل الاتصال أو التماس بين الطرفين في محاولة منها خاصة عند دونتسك في محاولة منها لاستكمال احتلال بقية أراضي قليم الدنباس وبالتالي يكون هناك الممر البرد بين شبه جزيرة القرم والجمهوريات المعلنة من قبل روسيا جمهوريتين المعلنتين من قبل روسيا قد تم وبالتالي تكون المرحلة الثانية من الحملة العسكرية الروسية قد نجحت ولكن القوات الأوكرانية نجحت في التصدي خاصة عند دونتسك في التصدي لهذه الهجمات هناك حديث أيضاً من قبل القوات الأوكرانية بأن الجيش الروسي أو القوات الروسية في خرس حاولت تمكنت من السيطرة على مركز المدينة ورفعت وأنزلت العالم الأوكراني هناك محاولة لأن يكون هناك إعلان لجمهورية في خرسهم لكن هو ما ترفضه بطبيعة الحال الأوكرانية وتقول قال زلينسكي اليوم أنه في حال أعلنت روسيا عن استفتاء وعن إعلان جمهورية جديدة في هذه المدينة فإن المزيد من العقوبات الأوروبية أو الغربية ستكون على روسيا وأن نتيجة ما تفعله روسيا يدفع الشعب الروسي بطبيعة الحال بسبب العقوبات المفروضة عليه نبيل لم يسمح لي أن أخذك إلى ماريوبول كيف تتابع كييف الأوضاع في هذه المدينة المحاصرة روسياً منذ أسابيع وأيام والمصير المحتمل لمن يوجدون في مصنع أزوفستال نعم لا يقف المسؤولون عملياً الأوكرانيون هنا نبيل بالتذكير بالتصريحات التي قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أعطى أوامره للقوات التي تحاصر المعمل أزوفستال بأن تتوقف عن ضرب المعمل اليوم كان هناك حديث عن أن هناك استخدام قصب جوي وأن الطائرات تلقي قذائف أو صواريخ عن طريقة السقوط الحرب بمعنى أنها ليست صواريخ موجهة وبالتالي هناك محاولات روسية بأن توقع أضراراً وخسائر بشرية خاصة في هذا المصنع نبيل هو ما تتخوف منه الجهات الرسمية الأوكرانية هنا وبالتالي هناك مخاوف من أن يزيد عدد المصابين والقتل داخل هذا المصنع العملية العسكرية مستمرة رغم تصريحات بوتين وهذه محط انتقادات عملياً هنا في كييف نبيل موسيقى موسيقى موسيقى